مرحبا بكم في برنامج صحبة أمل لعلاج التوحد بتطبيقات الـ ABI وغيرها في أمريكا اليوم سأجيب على أحد العائلات حيث قالوا بأن ابنهم رأوه يدور حول نفسه ولكن عندما يقولون لها توقف يقف ويعني يجلس يتوقف عن الضواران ويجلس وكذلك لا يستعملوا الإشارة للأشياء يعني لا يشير للأشياء والصور وباقي الأشياء والتفاصيل التي كسبوها يعني طفل طبيعي يعني لا شيء يذكر يلعب مع الأطفال يبكي لبكائهم يعرف المشاعر يعني كل ما وصفتها لشيء طبيعي لكن الطبيب يعني نعته يعني شخصه بأنها توحد خفيف المشكل في هذه الأيام أو خلال فترة الكوفيد 19 الكثير من الأطفال شخصوهم توحد وهم ليسوا توحد في الواقع هم فقط بقاءهم في المنزل مدة طويلة ظهرت عليهم أعراض تشبه التوحد لقد شرحت هذا في تسجيل سابقا فقط أكتبوا أعراض وسمات أطفال التوحد صحبة أمل ألجيريان إن يواسي يعني كل ما أردتم البحث على عنوان في قناتي أكتبوا عنوان القناة صحبة أمل ألجيريان إن يواسي واكتبوا السؤال تريدون فرط الحركة أكتبوا فرط الحركة صحبة أمل ألجيريان إن يواسي علاج تسمم معادن أكتبوا علاج تسمم معادن صحبة أمل ألجيريان إن يواسي في محرك البحث لليوتيوب سيخرجون لكم كل الفيديوهات التي تتعلق بالسؤال المطروح يعني هذه العائلة بعد تشخيص ابنهم بالتوحد لم يرضوا بهذا التشخيص لأنهم لاحظوا بأن ابنهم يبدو طبيعيا معهم عادي ورأت بأن التعارف للتوحد بعد دخولها للمجموعات رأت بأن كل التعارف تقول بأن أطفال التوحد يعيشون في علامهم الخاص ويقومون بحركات عشوائية كثيرة وابنها يبدو طبيعيا يعني هذا شيء محير بالنسبة لها أنا أيضا أرى أن ابنها طبيعي وليس توحد في الواقع لماذا؟ لأنه هي ذكرت الضواران حول نفسه الطفل عمره سنتين وثلاث أشهر كل الأطفال يحبون الضواران حول نفسهم كيف نفرق ما بين طفل توحد يدور حول نفسه وبين الطفل عادي يدور حول نفسه الطفل العادي كما ذكرت هذه العائلة في التعليقات بأنه عندما تقول له توقف سيتوقف عن الضواران ويجلس يعني ينفذ الأمر مباشرة دون أي تردد وأصلا أنه لا يدور كل النهار يدور فترة قصيرة ثم يجلس حتى ولو لم تقول له الأم إجلس سيتوقف وحده لأنه طفل طبيعي ولا يستطع تدور طوال النهار عكس التوحد التوحد يدورون حول نفسهم وهم يحسون بالسعادة لماذا؟ لأن جسمهم يؤلمهم وبالتالي عندما يقومون بتلك الحركة وخاصة بسرعة ثائقة يحسون بأنهم يعني يحسون بحرية يحسون براحة جسادية وحرية مطلقة ويكونون مبتسمون ألا تلاحظون ذلك على أطفالكم ويقومون بالدوران تقريبا كل النهار يدور 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 وبسرعة ثم يذهب للدوران أو للقفز مثلا يعني من شيء لشيء من حركة إلى حركة إما يقفز إما يدور حول نفسه إما يعني ينام ينام على الأرض بشكل جانبي سأشرح لكم في فيديو خاص النوم على شكل جانبي هكذا بهذا الشكل لا ينامون هكذا على ظهرهم أو على بطنهم ينامون بهذا الشكل سأصور لكم ابني أيضا يفعلوا ذلك هؤلاء الأطفال الذين يفعلون هذا لديهم مشاكل حسية عضلية وسأقول لكم الحلول أيضا لكن هذا الطفل يعني هذه العائلة قالت له اجلس فجلس يعني عادي المشكلة الثانية التي عنده الطفل يعني هذا الدوران حول نفسه هذا لا يدل على أنه توحد بقي لنا مشكل أنه لا يشير إلى الأشياء الإشارة إلى الأشياء بالأصبع يوجد حالتين إما الطفل لديه مشاكل في أصابعه يعني أصابع أصبعها هذا الذي يشير به لديه مشكلة يعني لا يحركه بشكل جيد أو أنه ما زال مثل الرديع تلاحظون الرديع لا يستطيع أن يفعلها كذا يعني لا يستطيع التحكم في أصابعه جيدا يعني ابنها ممكن أنه ما زال لم يصل إلى مرحلة أنه يستطيع التحكم في أصبعه هذا الحالة الأولى الحالة الثانية أنه ممكن أنه هي لم تعلمه كيف أعلم الطفل الإشارة بالأصبع حتى تعرفي أنه توحد أو ليست توحد يعني أنه لا يشير بالأصبع مثلا للأشياء أين أنفك هذا أنفي أين فمك هذا فمي أين رجلك هذه رجلي هكذا يعني الطفل إذا دربته مدة خمسة عشر يوما إلى شهر ولم يتعلم يعني لديه مشكل في أصابعه لكن إذا علمته لأقصى حد شهر يوميا يعني يوميا هذا التدريب سأشرحه الآن وتدرب إعلامي أن ابنك طبيعي مئة بالمئة وعلى حسب ما ذكرته يعني من أشياء هو طبيعي لأن قلت لكم أن التشخيص حتى يكون الطفل توحد يجب أن يكون فيه على الأقل على الأقل ثلاث أعراض فما فوق ثلاث أعراض فما فوق يعني هذا الطفل طبيعي فقط لديه مشكل أنه لا يشير هذا أكيد أنه طفل طبيعي وليس توحد وكنت شرحت لكم ورقة فيها عشرون سؤال تجيبون على الأسئلة بنعم أو لا إذا كانت من ثلاثة إلى فما فوق يعني هنا نقول توحد وكنت شرحت لكم أيضا مقياس كارز فقط أكتبوا في محرك البحث لليوتيوب مقياس كارز للتوحد مقياس كارز لأطفال للتوحد صحبة أمل سيخرج لكم أنا شرحت كل الأوراق الأوراق في خمسة عشر ورقة صورت لكم الأوراق في صفحتي على الفيسبوك أوتيزم أل جي يو واسي وشرحت لكم في اليوتيوب في القناة قناتي هنا كل الأوراق يعني كل ورقة كيف تجيبون على الأسئلة وشرحت لكم طريقة يعني عمل المقياس حتى تعرفوا إذا كان ابنكم توحد أو طفل طبيعي وشرحت لكم أيضا إذا كان طفل توحد فما هو درجة التوحد لأن التوحد قلت لكم يوجد توحد خفيف توحد متوسط وتوحد شديد كيف تعلمون ابنكم أو ابنتكم الإشارة بالأصبع مثلا هذا الكتاب هذا الكتاب للأطفال الصغار الذين ممكن حتى سانة يكون عمرهم سانة يكونوا لا يتكلمون لأن عندما تضغطين على الصورة يتكلم عند الضغط على الصورة يتكلم حتى يحفظون الصورة مع الصوت وخاصة المغتربات الذين لا يتقنون لغة البلد هذا الكتاب موجود بكل اللغات هنا بأمريكا موجود بالإنجليزي في أي بلد يعني موجود باللغة التي يتكلمون بها تعلمينها الإشارة بأنه تأخذ يد الطفل هكذا وتضغط على أصبعه يعني هكذا يعني أنت تحددين إشارة الأصابع هو لا يتحكم بأصبع لا يعرفه يعمل هكذا وحده أنت من يعمل بيدك هكذا تمسكين يد الطفل وتضغطين هنا تضغطي هنا هذا يبقى محتوح لا يهم المهم هذا يبقى وتمسكين يدك أصبعك مع أصبعه وتشيرين إلى الشيء هذا دبدوب هذا رجل هكذا وتشيرين إلى الشيء هذه تسمى مساعدة كلية مساعدة كلية بعد يعني ثلاثة أيام يعني يعني كل يوم تدريب واحد فقط بعد ثلاثة أيام عندما يحفظ الفكرة الفكرة يعني تضعين يدك في المرفق يعني بدل أن تضع يدك هنا فوق الأصبع تسحب يدك إلى المرفق وتوجهين يد الطفل ممكن الطفل سيفعله هكذا يفتح يده مثلا تريدين هكذا أين هي الوردة أين هي الظهور سيفعله هكذا يعني يشير ولكن سيفتح أصابعه المهم أنه سيفهم معنى معنى سؤالك المرحلة الثالثة أنك يعني لا تلمس في الطفل ويشير هو كل مرة تساعده على أنه يتني هذا الأصابع ويشير بالأصبع هذا إما باليد الأيمن أو باليد الأيسر يعني على حسب الطفل بعض الأطفال يستعملوا اليد الأيسر وبعض الأطفال يستعملوا اليد الأيمن عادي يعني انظر إلى طفلك ماذا في الأول حتى تعرفين ما هي اليد التي يستعملها مثلا أنت قلت يعني أنتم قلتم في السؤال يعني في التعليقات كتبت بأنه يستطيع مسك القلم ورسم دائرة وتلوينها يعني اليد الذي مسك بها القلم ورسم الدائرة ولون بها هذا يعني أن أصابعه جيدة يعني أنه أنتم لم تعلموه فقط جريبي إذا كان لديه فقط مشكل في هذا الأصبع لاحظي ممكن سقط على أصبعه ممكن في بعض الأمهات اللواتي يعمل لا يعرفون الحوادث الصغيرة التي تحدث للأطفال في الحضانة ممكن أو عند الأهل يعني تتركه عند الأهل وتذهب لتعمل يعني هو يسقط لا يتألم منها ولكن تبقى وكأنها لا يريد استعمالها ممكن يستعمل هذا الأصبع هذا الأصبع ولا يستعمل هذا هذه الأمور ابني أيضا إلى حد الآن يشير في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان لا يشير لكن حالة ابني توحد شديد هذا فرق كبير حالة ابني أنه كل الأصابع لديهم يعني المشكلة هنا في الأعصاب هذا هو الفرق بما أن الطفل هذا السؤال يعني هذا الطفل يستطيع مسك القلم ورسم دائرة وتلوينها يعني هذا الطفل العادي ممكن هذا الأصبع رأى عنده مشكل سقط على يده وهو يحس بشيء يزعجه لذلك لا يستطع يفعل هكذا يعني حاولي أن تكتشفي السبب لكن أطمنك أن ابنك يعني ابنكم طبيعي يحتاج إلى فقط تدريب لإشارة بالأصبع لكن هذا شيء ليس خطير حتى ولو لم يشير لأن الإشارة بالأصبع هي مرحلة الأولى للكلام لكن إذا كان ابنك يتكلم مثلا تضعين له هذا الكتاب هكذا تقولين له أين بطة مثلا تقولين له هذه بطة أين هي البطة هنا في الصورة سيدغط مباشرة يعني بيده وليس بالإشارة سيدغط يعني هو يفهم سؤالك ويجيب الإشارة بالأصبع هي المرحلة الأولى الأطفال الذين لا يتكلمون نهائيا لا حرف ولا إثنان نقول لهم استعملوا الإشارة هي مرحلة الأولى مثلا لكن إذا لم يستعمل الإشارة مثلا ابن الآن بدأ يتكلم ولكن الإشارة ما زال ضعيف لأن لديه مشاكل في الأصابع يعني هذا يعني أنا لا أتوقف عند تدريب الإشارة ولا أدرب الكلام والنطق طبعا هكذا المهم أن الطفل يفهم يعني إدراكه جيد دكاؤه جيد نحن نريد أن نرفع من دكائه من تركيزه فقط أما الطريقة يعني تختلف تبدأي بالإشارة تبدأي بالكلام تبدأي بالصور تبدأي بالأشياء لا يهم المهم أن ابنك هي سؤالها أنا في حيرة شخصوه بتوحد وأنا أرى ابني أنه ليس توحد هي فعلا ملاحظاتكم جيدة لأن ابنكم فعلا ليس توحد فقط يحتاج إلى تدريب للإشارة فقط لا غير والدوران قلت لكم ابنكم هذا ليس بطفل توحد أطفال عاديين يحبون الدوران حول أنفسهم للتسلية فقط لا غير أتمنى أن تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك إذا لم تكونوا قد اشتركتم من قبل والجرس ليصلكم كل جديد يصلكم الإشعار بكل جديد إن شاء الله وأي أسئلة أكتبوها في التعليقات وكما قلت لكم أنا شرحت الكثير من تسجيلات الكثير من الأسئلة جاوبت على الكثير من الأسئلة للعائلات فقط أكتبوا السؤال الذي تريدون معرفته مثلا الإشارة أنا شرحت ذلك سابقا كيف تعلم أطفال توحد الإشارة بالأصبع لو كتبتم فقط الإشارة بالأصبع سحبة أمل سيخرج لكم التسجيل شرحت كذلك تفاصيل أخرى أتمنى أن تكونوا استفدتم ربيش في أطفالكم جميعا صحة طوركم صحة رمضانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا